أبونا شو ردت الفعل البابا التوادروس والأباء الكهنة بشكل عام في مصر إذا هذه الحادثة المؤلمة طبعا قدسة البابا التوادروس هو أب يعني إحنا بنسميه البابا نعم فهو أب للجميع فطبعا الحادثة كانت أليمة جدا قدسة البابا كان في اليونان في زيارة رسمية وقطع الزيارة دي هي طبعا أول ما سمع الخبر وفي خلال ساعات قدسته مشكورا رجع إلى أرض الوطن وتقابل مع المسؤولين وتمت الترتيبات لإقامة مرسيم الجناز طبعا قدست البابا يعني متألم جدا وحسس أن ولاده دولة يعني فرقوا وطبعا ما ننساش أنه هو كنيستة البطرسية دي هي داخل أسوار منطقة الكاتدرائية يعني كنيستة الكاتدرائية أو الكاتدرائية المركوسية في نفس المكان جميع على طول البطرسية فده بيت قدست البابا يعني في مقر قدست البابا جوه المكان دهوت فقدست البابا عارف كنيستة البطرسية كويس جدا يعرف الناس اللي هم العاملين هناك طبعا كلهم أو كلين أولاده وأنا يعني بعدت القدست البابا تعزية يوم الاثنين الماضي وقدسته يعني مشكورا رد علي ويعني طب مني يعني لا شك هي مرحلة صعبة ولكن بالإيمان وبالقيادة الجميلة اللي هو قدست البابا الحياة قام بيها أنه قال مصر واحدة واحدة لا تتجزأ وده حاجة بتدي قوة للكل والجميع أنه هو الحرب ضد الإرهاب مش ضد الإسلام أو مش ضد إخواتنا وأحبائنا المسلمين اللي احنا متعايشين معاهم بقالنا قرون لكن المشكلة في الإرهاب وكنيسة ظهرت بصورة جميلة ومصر ظهرت بصورة جميلة قدام العالم كله الحدث اللي كان ممكن يشق الوطن المصري دهوت أدى إلى العكس وقال كدهوت زي ما سيادة الرئيس قال وقدست البابا قال أن بس الشر وعدو الخيرش تنضى بفرفر كدهوت دي بس آخر ما عنده أنه هو هيعمل حاجة زي كدهوت لكن ده هيخلينا أقوياء أكتر وفي وحدة واحدة أكتر ونشترك مع بعض في العمل ويكون الهدف واحد هو القضاء على الإرهاب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة